اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس جيت طبعا الجو هنا صعب كان مطر وصحب بالو كام يوم بس جيت في التقس هكا مش حلو شوية بس في تونس كان جميل طبعا يعني كنت متوقع ان يكون حار والسخونة بس طلعا ديني خلا نحكيو كيفاشت اقلمت انت مصري بفاتة تونسية رغم من الاختلاف معناها في العادات والتقاليد والله انا شايف ان الدول العربية كلها متقربة بس باختلاف اللكانات او اللهجات انما كلها متقربة لان ما يجمعنا اكثر ما يفرقنا فنفس اتباع بعض الفروق البسيطة في الاكل في بعض العادات انما في النهاية بيجمعنا الكثير يعني بين الشعوب العربية كلها تقريبا يجمعوا اكثر مما يفرقها روح واحدة وعلينا اللغة واحدة انتي تحكي مصري اما هي تحكي معاك مصري مش انتي تحكي معاها تونس لا انا بحاولي اتعلم بعض الكلمات اتعلم التوا باهي يعطيك الصحة فيسا لا كتير كتير حسب الكلام كاسكروت كاسكروت يعني بعض الاكلات طبعا جيت ما جربت اكل اي اكل مصري من يوم ما جيت فعاوز اعيش التجربة التونسية كاملة يعني كل الاكل التونسي بالطبيعة كيف تقول فالاكل طيب جدا شنو وكليت طاجئين بريك قتلك بريك طبعا عندكم بريكة بريكة عنينا مختلف عنينا انما هنا التونة اكتر شي مع الهريسة مع اه انتو ما تكلوا حار في مصر ما نهاء انا بحب الحار اصلا تكلوا الشطة انا بحب الحار بس اه هنا بزيادة حتى الاطفال الصغار والتاي مختلف اه الشاي متاعكم خفيف برشا احنا لا احنا لازم شاي اكتر يعني اكتر استهلاكا في الشاي وشاينا احمر هنا شاي كاينو عشاب والشاي متاعكم يبدو فتح لا ده فيه على حسب اللي بيشرب الزواء الزواء لا احنا شي احمر انتو شاي اه تحسوا انو عشاب اكتر منه شاي يعني اي انه اخير شاينا لا طبعا انا في تونس فلازم تونس طبعا هههههه تحطوا الوى النعناع في الشاي نحط النعناع في الشاي بس احنا شاي احمر هينا شاي تح afternoon فيه عشاب او اه تحس انو اخضر اكتر يعني مشنو تحطوا فيه الشاي من فوائكا في مو فيش في موجود شاي بالياسمين وشاي بال اه اه بالنعناع شاي بكذا نكا نحط فوائكا الجافة لا 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 ولكن احنا عندنا بحيب الشاي ال اه السادة हنو حطوا شاي باللوز او شاي بالبندق لا لا مفيش من يعني ممكن نحط بالكورنفل ممكن نحط بالحبهان إنما بالعناع لازم منه لازم بس هنا طبعا الأكل مختلف بس حلو وأكل طيب جدا والناس هنا باية ناس برشة طيبين وليت تحكي تونسي لازم يزمك تتأقلم مع خاتيبتك أنا شوية خليها تتكلم مصر وأنا هتكلم تونسي ونوص نعمل لغة مشتركة لكن خاتيبتك ما حابتش تدخل معنا في الحوار للأسف والله يعني كما تحب كما تحب خاجولة كما قلت أنت كما تحب ما ندرش أولها كلمة سيحكي أنت في بلاستها كيف أحكي أنت في بلاستها في مكانها يعني ماذا أحكي في مكانها اسأليني سؤال وأنا كيفاش أعجبتوا ببعاثكم هكا كل لحظة التعارف ذيك بصعب التقمص دورها هاهاهاها للي أنت أنت أول ما شفتها نص كلماتها تبقى إيه فرنسية أو أول ما ريتها هكا شنوة أكثر حاجة عشبتك كيفاش مشيت أحكيت معاها والله كان يعني كنت في مهمة عمل واتقابلنا بالصدفة ومعرف أحكي فرنسي تفاصيل الصدفة أه الصدفة طبعا فمعرف أحكي فرنسي فاتقابلت حسيتني عربية فسألتها فسعديتني بصراحة في فترة الزيارة وسعديتني كتير بصراحة في فرنسا مكش مقيم بس فاتقابلنا وجلسنا شرمنا القهوة واتعرفت على هو بعض بس ليتها باية طيبة جدا 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 طيبة القلب رقيقة المشاعر فبجد يعني نكونش أتوقع يعني يعني صدفة مجمو نسألوها شنو أكتر حاجة هكا عجبتها فيك سريعا أنت ما تعرفش لا هي ما قالت ليش مسألتوش بعضكم أسألة هكا لا 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 شنو أكتر حاجة عجبتك فيها أنا عجبني فيها أنها طيبة القلب وبهية جدا رقيقة المشاعر جدا جدا يعني بس ده أهم شي بالنسبة لي وقتش بديتوا تحكيوا على أمور رسمية ممكن قريبا يعني بي علي قبيناتكم يعني ممكن في خلال ممكن في الصيف إن شاء الله بسموه أغسط ولا شهر التمانية بسموه قوت ممكن قوت مثلا لحين طوى تعرفت على أهلها كلهم لسه باقي كم العائلة الفاميليا كلها ناس كويسين جدا مقابلة طيبة جدا جدا طوما مسيو عندكم تعدد الزوجات في مصر ما خافتش إنك تنجم تتزوج عليها أنا ما متزوج جملة لا أنا مطلق بس إنما تزوج كنت متزوج عندك صغار إنما أنا بعرف القانون التونسي يمنع التعدد أنا عندنا في مصر بس هي رخصة بس مش بيستخدمها في مصر بس دينيا إنتي بش تزوج في تونس ولا في مصر لا أحب أما يعني أخذ التجربة هنا كاملة أحب تزوج بعداتنا وتقاليدنا الكبوس وال جبا يجبا تنجموا تعاملوا عرص في تونس بعداتنا وتقاليدنا وتعودوا في مصر تعاملوا عرص آخر ممكن ليش لا بس هنا الأول بس هنا الأول أكيد في تونس قبل أعطيك الصح أعطيك الصح ما خليلك الكلمة الأخيرة مسيو والله أنا جيت تونس أول مرة وإن شاء الله مش آخر مرة شعب مضياف شعب كريم على المستوى العام ما كنت أتوقع أن بلد بالنظافة والجمال والونس واللطف الرائع بجد أماكن ممتازة ناس طيبين ما حسيت في بلد تاني بشكر كل تونسي قابلته وتعاملت معه وبشكر أهل خطيبتي وحسن استقبالهم وضيفتهم الجميلة وإن شاء الله نعاود مرة تانية وأتمنى هذه المقابلة تكون اسمع أغل المصريين والتونس مع بعض إن شاء الله أعتقدك صحة مشو